اشتركوا في القناة وده المدخل ولا نقعد سنين نتكلم على حجم زي حجم الأستاذ جلال الشرقاوي الله رحمه أهلا بك أولا يا أستاذ آدم أهلا يا صديقي العزيز أخبرك إيه تمام ماشي الحال قلت لي الجملة دي وأنا من ساعتها الجملة دي شغالها في دماغي الأستاذ جلال الشرقاوي يحتاج ويستحق سنين من السرد على أهميته وكمته ومشواره صحيح الأستاذ جلال الشرقاوي احنا بنتكلم على مشوار ممتد ربما يعني اسمه موجود على أحد الأفلام في نهاية الخمسينات مؤلفا وهو فيلم لبناني مثلا على سبيل المثال في بداياته عندنا من ساعة ما رجع سنة 62 حتى وفاته يعني ربما طبعا بحكم تقدم العمر وحكم انصراف الناس عن المسرح التقليدي أو المسرح بشكله اللي احنا عرفناه وعهدناه وأبأنا عهدوه ربما انتفاق الأنوار على المسرح بالتالي خلى فيه انتفاق بس هتعرف ان هذا الرجل اللي تجاوز 86 سنة بغاية آخر اللحظة كان يصارع لعرض مسرحية هلاكو الأخيرة اللي هي ربما حصل مشاكل في البروفات حصل مشاكل رقابية يعني هو نفسه تحدث عنها في كثير من الحوارات مؤخرة بس هو رجل مقاتل يعني الصفة الأساسية للراحل جلال الشرقاوي هو رجل مقاتل وفي ناس لقت رجل دائما يشتبك يعني ممكن نقيس كرونولوجيا أو الترتيب الزمني للمنتج الفني للأستاذ جلال الشرقاوي بالمعارك يعني ممكن نقيس زي ما يقوله رختر الزلازل أو مثلا عدد المعارك هتجد جلال الشرقاوي دائما دائما في يعني تقاطع مع أي معركة يعني لما هنتكلم على جلال الشرقاوي لما أخرج عودة الوروح لتوفيق الحكيم في 62 بعد عودته من فرنسا بالضبط لما كان في المعهد أكاديمي بتاعت جوليان كان أكاديمي اسمها إيه أنا بنسى اسمها بس هي نقد وفنان مسرحي فرنسي جوليان باتور تقريبا أو بارتو بارتو جوليان بارتو فرجع ابتدى يخش في المسرح وقتها تقلد منصب رئيس مسرح الحكيم بعد إخراج عودة الروح مسرح الحكيم كانت أحد المتنفسات المسرحية لأن جيل الستينات الزهبي بتاع المسرح اللي هو بدأ من عبد الرحيم الزرقاني وكمال ياسين ثم بعد ذلك قرم طوع وجلال الشرقاوي وأحمد عبد الحليم الكبير زوج الفنان الرحلة عيدة عبد العزيز الرحلت مؤخرا فهذه المجموعة هذه المجموعة تعرفوا على طيارات مسرحية كتيرة جدا اللي منهم راح موسكو واللي منهم راح باريس في وقت كان المسرح يموغ بقى بيونسكو ببيرت هولد وأفكار بيرت هول بريخت في إسقاط الحقت الرابع بين الممثل والجمهور عندك المسرح الأسود بتدى يظهر وقتها المسرح الفقير مسرح الصراع مسرح العقل بتدى طيارات مسرحية كتيرة قوي كده زي البويلر زي التموغ وتفور فاستوعبوا هذا الجيل التجريب ده وجم طبقوه في مصر فحصلا نهضة مسرحية مزجة ما بين الفولكرور الشعبي المصري اللي هو already فيه مثلا فشوفنا نجيب سرور وهو بيكتب مثلا ياسين وبهية شوفنا آيا ليليا أمر شوفنا مسرحات كتير قوي بتستلهم الترس الشعبي بالتكنيك والطيارات المسرحية الحديثة فجلال الشرقوي تقدر تحطه بشكل بإطمان شديد في هذا الطيار المسرحي اللي هو ابتدى يمسك مسرح الحكيم ومنذ بدأ أن يمسك المسرح بدأت المشاكل والصراعة الأول مصرحيات المخططين ليوسف إدريس منعها صاروة طوكاشة وقال دي فيه اسقاط على بجلس قط الصورة وأعمل مصرحية مثلا من المصرحيات اللي عرضها اسمال صليب فمنعت المصرحية فراح أكلم له استاذ لويس جريس وقال له استاذ لويس هاتلي نسم الكنيسة تشوف العرض العرض احنا بنستلهم زي ما عبد الرحمن الأبنودي استلهم صورة المسيح بعد النكسة احنا بنستلهم الصورة دي فاجوهم فعلا وشافوا المصرحيات وأجازوها عرض نص اسمه عمر وخالد يعني العلاقة بين عمر بن الخطاب وخالد وريد فرفض طبعا قال انت اللي قتلت الوحش علي سالم أوردت ثم رفضت وقتها كان فيه خلاف بينه وبين هو يصفه دايما بخفة ظل يعني الجماعة بتقول اليسار مش على المزاج فدايما ينتقدوني فوقتها السيدة نقيدة صفي نص كازم هجمته بسبب يعني مصرحية ما اتهم ان هو علشان هو رئيس مصرح والستاذ احمد عبد الحليم مصرح والستاذ احمد حليم جابه في مصرحية وهو جاب احمد عبد الحليم يعني انه قد هجموه وقتها فما بين صراعاته مع الرقابة او مع الوزارة السقافة الممثلة في دكتور سرعة وكاشة اللي هو كان يقدر المصرح وكان يخشى من حدوث مشاكل لان كان الجو وقتها جو تنس جدا او يعني ملبت بالغيوم ما بعد النكسة الى صراعاته مع الرقابة صراعاته مع يعني حتى فاروق عبدالقادر النقد المصرحي الشهير كان دايما على خلاف كان يسني عليه في مصرحية وينهال عليه تقاريعا في مصرحية اخرى فانتهت فترة الستينات بمشاكل وهو نفسه الاساس جلال الشرقاء وفي كتابه حكايتي في المصرح قال ان فترة الستينات يتفيها زخم شديد ولكني عانيته كثيرا من التعنط الرقابي لما جاء بعد كده هو قال انا مثلا فترة عبدالناصر منعت لي مصرحيات كثيرة بل احد الافلام من افلامه اللي هو فيلم اللعيب عن رواية يوسف ادريس فيه كان مشهد البطلة بتبكي وبتهاجم واحد مع صورة في الخلفية للرئيس راح الجمالة عبدالناصر فالرقابة وقتها قالت لا ده فيه نوع من الاسقاط او البراليليزم زي ما بيقولوا المقاربة ما بين الهجوم على هذا الشخص والصورة فحزفت 17 دقيقة من الفيلم فحتى افلامه يعني احنا كلمنا عن مصرحاته تعال نتكلم عن افلامه الفيلم الاول اللي هو ارمالة وثلاث بنات حزف منه عشرين دقيقة واتهموا بالعيب حزف منه ثم فيلمه التالت الناس اللي جوه الناس اللي جوه كان متاخد عن منزل الموت الاكيد لالبير قصيري هذا الفيلم هو جم نقديا ورقابيا حتى سمير فريد قالك من اسوأ الافلامة التي شاهدناها هذا العالم وكيفة لمخرج المصرح ان يخرج سينما وانه فيلم لو شفته دوقتي النس اللي جوه فيلم جيد حتى جال الشراء وحقق حلم فيه انه هو يوسف وهبي يمثل معاه في الفيلم ولكن وقتها الفيلم هوجم هجوما شديدا جدا كذا فالراجل على طول في المعاد جات فترة السبعينات هو يصفها بفترة السبعينات السعيدة في مذكرات للم يمنع له عرض بالعكس ربما ربما اللي هنا كان على موجة الدولة وقتها مرحلة وقتها بالضغط حتى هو مسرح اللي هو مسرح الفن افتتحه 1976 بمسرحية شهر زاد لتوفيه الحكيم ثم بعد ذلك توالت بقى عروضه المسرحية المهمة جدا اللي هو حقق فيه معادلة يعني ربما بعض النقاط هاجموا يعني فاروق عبدالقادر أستاذ فاروق عبدالقادر الدكتور فاروق عبدالقادر قالك تتاجر الفن الذي يعني يعني عمل في المسرح عمل في المسرح القومي عمل المسرح استفاد من دراسته في انه يغلفها بطبقة من السياسة خادعة هو سمعه كده أو قشرة زائف ده دكتور فاروق عبدالقادر بينما مسرحه اللي هو سمعه اللي هو ممكن نسميه كباريس سياسي وفقا للتعبير الفرنسي يعني ومسرحات الشانسونية اللي كان بتمزج ما بين الاستعراضات والهجاء السياسي والكوميديا وهذه الخلطة اللي عملها الجلال الشرقوي هي خلطة بتتختمر بعد سبع وسبعين يعني في الاول احنا شوف انها بيعمل كباري مسرحات كباري اللي كان فيها شويكار وكان فيها حسن يوسف وكان فيها سناء جميل وشوف شويكار لأ حسن يوسف سناء جميل سعب المناسبة هو جزء وبعده صحيحني أنا غلطان هو جزء رئيسي في فن المسرح هون يبقى فيه المعدلة دي كلها مكتملة مع بعضها صحيح واضح مسرح شوي رمزي أو مسرح مثلا فيه تجريبي مسرح لا معقول مسرح ملحمي مسرح تاريخي ريبرتوار القديم زي ما بره لغاية دلوقتي انت بتشوف بره مسرح بيقدم مليار وشيكسبير بتشوف مسرح بيقدم مسرح أسود بتشوف مسرح بيقدم مسرح فقير بتشوف مسرح بيقدم مسرح رمزي بتشوف تجريبي وهو كمان اشتغل مع محمد صبحي في تجربة عظيمة جدا وأخرج له مليار المتحزلقات وأخرج له كذا مصرحية لما محمد صبحي كان بيقدم على القطاع الخاص ريبرتوار مليار وشيكسبير جميل أن المصرحيات دي بنشوفها دوقتي على اليوتيوب وشوفنا في فرقة محمد صبحي الأولى كان فيه حسن حسني وأحمد بدير محمد صبحي عنده مصرحية عملت عمل فيها عملت والله 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 أروع مما كنت أتخيل أنا شوفتها هنا صغير وبعدين أنا من الناس اللي تحب شيكسبير جدا يعني فأنا قريت الأعمال الكاملة لشيكسبير باللغتين الإنجليزية القديمة والإنجليزية الحديثة لو صحيح تعملين دي لغات مخالفة وبتقطع قريتها بالعربي بس أنا شوفت مصرحية هملت بأكتر من لغة ولأكتر من فنان هملت محمد صبحي وحدة فعلا تتحسب من كلاسيكيات المصرح العالمي صحيح مذهل يعني لو هنتكلم ننقل شوية على السيد محمد صبحي لما أخرج زيارة السيدة العجوز الجميل راتب وسناء جميل كان هو محمد صبحي واعي جدا بالسينغرافي واعي بحركة المصرح يعني رجل مسرحي حتى النخاع خلينا نعود للأستاذ جلال أستاذ جلال كمان شغله مع محمد صبحي شوفناه في البغبغان والجوكر اللي هو مثل فيها كمان وشوفناه في شغل موليار اللي في الأول أستاذ جلال الشرائيو كان يعني حنقول إن هو عفق بلغة كده أدوات التسليل المصرحية أدوات الفرجة المصرحية اللي تكلم عنها يعني ناس كتير زي الدكتور علي الراعي اللي هي عناصر الفرجة المصرحية وحتى تكلم عنها توفيل حكيم في كتاب وقالبنا المصرحي اللي هي عناصر اللي بتمزج ما بين الأدوات الشعبية للمصرح اللي هي ممكن النكات ممكن الفرس ممكن حتى يسموها مسرح الحماقة أو الحماقات الاستعراض الإفهات الغنى الكسر الحقت الرابع بين يعني ممكن يكلم الجمهور ممكن يشرك الجمهور يعني فيه نعم المسرحيات فيه إشراك للجمهور فأستاذ جلال كان واعي جدا لأنه كان رجل أكاديمي كمان يعني إحنا كمان سيرته الأكاديمية وكتاباته الأكاديمية يعني هو له كتاب جميل جدا عن أنواع الجمهور المسرح المصري بيرصد فيه كيف يستقبل المسرح عموما وهو نفسه له حواره في مجلة المسرح وأنا ببحث كده قبل ما جيلك قلت برضو أنا أعيش الزاكرة فعندي أعداد قديمة من المسرح كده فلقيت له حوار في السابعينات بيقولك أنا مش عايز الجمهور يعزف عن المسرح فلازم أقدم له اللي هو بعض النقاط اتهموا أنها قشرة زائفة لا هو عايز يقدم هذه الفرجة المسرحية وشوفنا إحنا بكلم على العرصيف عرصيف مسرحية سياسية من طراز فريد وفي نفس الوقت مسرحية شديدة الإتقان في الصناعة ربما يعني لأن أستاذ جلال كان بيعمل طول الوقت ففي تفاوت يعني لا يمكن أن أقول أن حد بربرتور ضخم جدا ممكن أن نقول أن هناك مسرحيات فيها تفاوت فيها سرعة مثلا وهو نفسه يعترف بذلك يعترف بس في مثلا تجارة مسرحية زي انقلاب انقلاب اللي هي مسرحية عن نص صلاح جهين والحن الموسيقر العظيم محمد نوحى المظلوم والمغبون دائما يعني في المسرحية انقلاب كانت تجربة مسرحية فريدة من نوعها هو نفسه حتى كان بيعمل لو تتذكر الإعلام بتاعها بصوته فقولك أول مسرحية بالكمبيوتر الليزر استخدام الليزر المسرح الأسود المسرح السحري هو نفسه استخدم فيها يعني وبرضه مصرحية انقلاب هو كتب التجربة تماما كتب التجربة في كتابه مذكراتي في المسرح والحاجات الجميلة لأستاذ جلال أنه كان صريح إلى درجة حادة جدا وجارحة فتجت في مذكراته كل ما يحيد بالمصرحية من صناعه كل ما يحيد بها من خلافات مع الفنان إيمان البحر درويش وصلت إلى محاضر وأقسام وكذلك مع الفنانة إلهام شهين يعني هو حتى صريح جدا لدرجة أنه كان يكتب عن كل ما يحيد بعرضه ويحط عروضه ويحط كمان في أرشيف للهجوم عليه يعني في مذكراته حط أرشيف للهجوم لأنه كان يؤمن بفكرة الجدل يؤمن كل عمل لازم يفجر مناطق ومساحات من الصراع والجدل وده دليل على نجاح هذا العمل يعني أو دليل على عمل نجاح يكون له يعني مستوات عديدة من التلقي من مستوات التلقي من وجهة نظر الأستاذ جلال حتى في عمله الأكاديمي عن طبقات الجمهور هو الاشتباك هو الرفض يعني ممكن أرفض عمل ورفضي ده للعمل يكون برضه يكون نوع من التلقي بالنسبة لصانع العمل ده شيء مطلوب لأن أنا ممكن مثلا أكون عايز أستفز مثلا جمهور ما أو عايز أستفز أيديولوجيا ما لو الأيديولوجيا دي صارت وانتفضت على هذا العمل زي مثلا مصرحية بشويش هلا صدقي مصرحيات دي كان فيها في الآخر مهي موجودة على اليوتيوب الناس حيشوفوها يعني موجود الفصل الأخير في محاكمة للرؤساء هتلر وعبد الناصر والسادات وحتى حسني مبارك في أقنعة كده فهو طبعا أستاذ جلال كان دايما يعني يصنف نساداتي الهوى فالناصرين وقتها يعني كان لهم يعني باع طويل في الصخافة فنالوا قسطا من الهجوم على مصرحية بشويش يعني وهو كان يعني هو تجده سعيدا بالهجوم بدام أتى من خصومه الأيديولوجيين وليس خصومه طبعا في الحياة يعني هو كان رجل منفتح على كل الطائرات طب أنا عني سؤال يعني أنا كتير كنت أشوف في السينما الغربية تحديدا سينما أوروبية أفلام سينما بتخرج بطريقة مصرحية يعني أشعر وكأني أشاهد مصرح لكن مش مصرح كان المدخل بتاعي فده بطبيعة الحال مصرحيات شيكس بيرو يمكن مؤخرا كنت أتفرج على فيلم أوفيليا وهي شخصية مش خاصية رئيسية في عامل التحليل وفيلم مصرحية فانيا عن 46 ستريت بتاع تلوي مال اتعاملت فيلم عظيم جدا عن بروفات مصرحية الخالفانيا عندنا بروفات أركسترا بتاع فليني برضو فيلم ممصرح بيكلم عن ناس مجموعة بيعملوا بروفات ساندي كون فيليني نفس القصة بالظبط بالظبط بس قدام السينما وحتى تعتبر 12 رجل غاضب بتاع يعني تويلف انجري من هو فيلم ممصرح يعني ليه جلال الشرقوي مخدش الخط ده لأنه هو مصرحي بالأساس ولدي كان الله يرحمه من الشجاعة اللي بيخليه يدخل في السينما مهما نال من هجوم ليه مخدش الخط ده واللي كان من شأنه انه يروج أكثر المصرح صحيح أو المشاهدة المصرحية أظن التجربة السينماية الأخيرة لأستاذ جلال الشرقوي فيلم أعظم طفل في العالم بتاع ناله هجوم كثير جدا ده فيلم تعمل في لبنان وأثار جدل شديد جدا بتقول ترشد أبوزة وهند روستوم وميرفا تأمين وحتى الآن لا يسير جدل الفيلم ده من كتر الهجوم الرجل أقلع عن السينما تماما يعني ده كانت يعني كان نهاية علاقة السينما بي ثم نقدر نقول أن نجاح أستاذ جلال الشرقوي كمخرج مسرحي وكمنتج مسرحي وكصاحب مسرح ربما أبعاد يعني كان كفاه ما صنعوا في المسرح مسرحه كان كامل العدد مسرحه كان فيه يعني نكلم على عطية الإرهابية نتكلم على عرصيف نتكلم على دستوريا سيادنا نتكلم على مسرحيات يعني علامات ناجحة ومدرسة المشاغبين طبعا قبل ما يكون له مسرح في مدرسة المشاغبين نتكلم على مسرحيات لقت عنات رقابي إزاس في إزاس لسعيد صالح بولوتيكا الحسن عبدين نتكلم مسرحات كلها قعدت شهر وتقفلت وهو نفسه كان يقول لك أنا اتمنع لي في عهد عبد الناصر اتمنع لي في عهد مبارك وما اتمنع ليش في عهد السادات أي عرض مسرح فهو يعني هو كان على طول بيصير جدل وكان ممكن يعمل مسرح ممكن يروح يعمل خداوي لفاروق جوادة في القطاع العام ويعمل في نصفة مسرحية على مسرح ومسرح الفن في القطاع الخاص فهو الراجل كان نشيطا جدا مسرحيا طبيعة العمل في المصرح ما ظن نشيطا جدا هتسمحه انه يوقف المكنة الهادرة بتاعته دي ويروح للسينما تاني فهو طلق السينما بعد فيلم اعظم طفل اعظم رجل ادى ما نكنت عايزة نقعد حبه اكتر من كده بس للأسف ده هامنا الوقت لكن لكن انا عايز اخر منك وعد انه نستقبلك مرة تانية يضيف عزيز يشرفنا في البرنامج عايزين نقعد بتكلم حبه على مستقبل الحركة المصرحية بقى لنا عدد قليل جدا من صناع المصرح بالمعنى الحرفي لكلمه في اجيال كتير يعني فقدناها زي السيد محمد ابو الصعود السيد محسن حلمي اجيال السبعينات والثمانينات يعني فيه دولة الامر بقى في السيد نصر عبد المنم وفيه مجموعة طبعا بس يعني لا يعني فيه دعم مفروض يحدث المصرح مش كده ولازم نزقق قوي في مسألة الحركة المصرحية المصرية انا عايز اشكرك جدا 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 على وجودك معنا واشكرك انك خليتني اشوفك بعد يجي خمس سنين ما شفتكش نظرا للانشغالك اشكرك جدا 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 ربنا خليك اشكرك يا صديق العزيز واكيد حنتقى مرة واثنين وشرفتنا ونورتنا وقفتنا بالمناسبة ودي حاجة مهمة جدا وهي الاستفادة اتمنى ان الناس يعني تكون وترجع وتشوف ما هو متاح من ريبرتوار الاستاذ جلال الشرقوي العظيم وغير الاستاذ كرام طاوع طبعا واجيال عظيمة جدا يعني وكنوز مسرحية موجودة ومتاحة الان بفضل اليوتيوب الحمد لله انا عم علينا باليوتيوب ونقدر نشوف حاجات كتير موجودة كل الشكر لضفنا العزيز كاتبنا وانقدنا الفني ادم كيوي ازدنونا بعض الفاصل لدينا فقرات رياضية وكورة والتمانيات لينا بالمطش بكرة يا سلام سلم الكورة هتتكلم فاصل ونكمل الكلام شكرا